مناسبة تصريح بيريرا بمناسبة أنه الأهلي طلب حكام أجانب لبعض مبارياته في الدوري وإجابته بالرفض ده مش من حقه فيه لايحة بتحكم وأصول بتحكم المسابقة مش من حقك دافع عن حكامك كما تشاء لكن فيه قواعد اتبنت على أساسها المسابقة بتقول أنه من حق أي نادي أنه يتقدم بطلب لاستضافة أو أنه يتم تعيين حكام أجانب لمبارياته بشروط معينة منها ده سداد المقابل المالي منها تقديم الطلب قبل مش عارف 14 يوم من موعد المباراة شوية شروط كده مدام الشروط دي مستوفاه يبقى مش من حقك تقول لا مع كامل الاحترام والتقديم لك النهاردة وخليني أعرى لحضراتكم باني النادي الأهلي اللي يعني شمل أكتر من نقطة الحقيقة وتحت مسمى طلبات عجلة أربع طلبات عجلة للأهلي من اتحاد الكرة المصري طيب تفاصيل باني بتقول أنه النادي الأهلي أرسل خطاباً ظهر اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم عبر فيه عن كثير الذي أصاب التوابط التي تحكم العلاقة مع الاتحاد في ظل الإصرار على عدم تطبيق اللوائح والالتزام بالأطر الإدارية الصحيحة ووجود أخطاء تحكمية تهدر العدالة بين الفرق المتنافسة وجاء فيه الخطاب أن النادي سبق وأنقم بمخاطبة اتحاد الكرة عشرات المرات على مدار السنوات الأربع الماضية بهدف ضرورة تطوير منظومة التحكيم والاهتمام بالحكام ومعايير اختيارهم للمباريات حتى يتحقق العدل بين الأندية ولكن لا تزال الأخطاء التحكمية حكام الساحة وحكام الفيديو تلقي بظلالها على نتائج العديد من المباريات وكأن فترة السنوات الأربع الماضية لم تكن كافية لتصحيح الأوضاع وتطبيق معايير تحكيمية واحدة للتصدي لمن يحاول الحديث عن تحديد اتجاه سير المساب جاء في الخطاب أيضا أن النادي أبدى مرونة شديدة على حساب لعبيه المهراقين بدنيا ودهنيا ووافق على انضمامهم لمعسكر المنتخب الأخير بمعيد خارج الأجندة الدولية ودي هيكون لنا مع واقفة طبعا في دوق الالتزامات الفنية والبدنية نتيجة محادثات تمت بالفعل بين الجهاز الفني للأهلي وجهاز الفني المنتخب حتى لا يتعرض لعبه الأهلي للإصابة وللأسف لم يحدث أي التزام بما تم الاتفاق عليه وفقد النادي بعض لعبية لفترات منهم للإصابة وأخرون للإرهاق بعدما تعرضوا لأحمال زائدة خاصة وأن الأهلي خاض منذ بداية الموسم خمستاشر مباراة في بطولة الدوري فضلا عن مشاركته في عشرة مباريات رسمية إضافة إضافية بذات الفتر منها أربعة مباريات في الدولة الإفريقية لقرة القدم وثلاث مباريات في كأس العالم الأندية ومبارتان في السوبر المصري ومباراة في السوبر الإفريقي ومعظم هذه المباريات عددها ثمانية مباريات أقيمت خارج البلد وأشار النادي إلى أنه طالب بضرورة تطبيق اللوائح بعدما تلقى خطاباً من اتحاد الكرة بتاريخ أربعة واحد أربعة وعشرين أكد فيه الأخير على أن اللاعب الذي لجأ للمحاكم المدنية بحق لعب الأهلي حسين الشحات قد خالف قد خالف لائحة النظام الأساسي لاتحاد المصري للكرة القدم ولائحة الفيفا اتحاد دولي للكرة القدم وبدلاً من قيام اتحاد الكرة بحسم الأمر وتطبيق اللوائح بحق المخطئ تفادياً للاحتقان الجماهيري وإثارة الأزمات فوجئ النادي بمسؤولي الاتحاد الذين اعترفوا بخطأ اللعب كتابةً يثيرون الجدل بأحالته للجنة الانضباط وعدم صدور أي قرار بشأنه حتى الآن رغم مرور أكثر من ستة أشهر على الوقع وتضمن خطاب الأهل أن النادي تم إبلاغه مؤخراً بعد قرعة كأس مصر بأن دولي الاثنين وثلاثين سوف يقام بدون اللعبين الدوليين وأن الأهلي سوف يواجه الألومونيوم يوم 29 مايو بملعب السلام في حين أن اتحاد الكرة بالأساس لم يرسل للنادي لقاحة البطولة قبل بداية الموسم ولم ينشرها على موقعه الرسم وفي ذات الوقت لا يملك نصاً بأي من اللوائح المنظمة المسابقات الكروية معتمداً من الفيفا يمنع أي نادي من الاستعانة بالعابيه الدوليين سواء كانوا مصريين أو أجانب من المشاركة في مباراة رسمية خارج الأجندة الدولية وتطرق الخطاب أيضاً إلى مرور عامين ولم يعلن اتحاد الكرة عن المسؤولة الذي أغفى خطاب الكاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والخاص باستضافة التنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة موسم 21-22 وضع حق الأهلي بالرغم من التحقيق الذي أجرته وزارة الشباب والرياضة حين ذاك والذي كشف العديد من الحقائق وحدد النادي في ختام خطابه أربعة طلبات من اتحاد الكرة جاءت على النحو التالي واحد تعيين حكام أجانب لمباراة الأهلي التي سوف يقوم النادي بالإبلاغ بها لاحقاً ويتحمل التكاليف المالية المطلوبة نظير ذلك وإعادة النظر في معايير اختيار الحكام في كل المباراة بما يضمن الحد الأدنى الحد الأدنى من العدالة بين الأندير اتنين الإفادة بما تم تجاه اللاعب الذي خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد ولائحة الفيفا باعتراف الاتحاد المكتوب فيه تاريخ بتاريخ أربعة واحد أربعة وعشرين وأسباب عدم تطبيقه للائحة بشأنه حتى الآن رغم اختار الأهلي للاتحاد بلجوء اللاعب للمحاكم المدنية بتاريخ سبعة نشر تلاتة وعشرين تلاتة موفاة النادي بلائحة كأس مصر التي تنظم المسابقة وما تتضمنه من شروط وجوائز وجوانب تسويقية خاصة حال إقامة أي من المباراة بطولة خارج البلاد وكذلك بالسند اللائحي الذي بمقتضاه لا يحق للعاب الأهلي الدوليين المشاركة في دول الاثنين وثلاثين لكأس مصر أربعة الإفادة الإفادة بالأسباب الحقيقية وراء عدم القيام بمحاسبة المسؤول بالإدارة التنفيذية للاتحاد الذي أضع حق الأهلي وأضيف أنا ومصر الحقيقة وأخفى خطاب كاف الخاص بالاستضافة نهائي دولي لأبطال إفريقيا بالقاهرة واحد وعشرين وعشرين وفقا لما جاء في تحقيق وزارة الشباب والرياضة حين ذاك منع الأهلي في حقه في استضافة المباراة النهائية لنسخة واحد وعشرين وعشرين المباراة التي تلعبت فيه من جولة واحدة فيه المغرب ده الحقيقة مش ضر أو أضر بحق النادي الأهلي بس أضر بحق مصر دي كانت بطولة تحسب للكرة المصرية مش بس للنادي الأهلي ولا الجماهير للنادي الأهلي وبالتالي أعتقد أنه مش فكرة بس إحنا معلناش حتى اللحظة مين المسؤول يعني سيبك من العقاب يعني معلناش حتى اللحظة مين المسؤول عن إخفاء الخطاب ده هنا إحنا نتكلم بشكل رسمي هنا ده مش خطاب إعلامي ده بيان رسمي طالع من إدارة النادي الأهلي في انتظار الإجابة عليه